السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيريز يرفض ضم صفقة الموسم إلى ريال مادريد كان نادي برشيرون قريبا من جواو فليكس في وقت سابق ولكن لم تتم الصفقة في نادي الكاتالوني وحسب صحيفة ESPN بالانجليزي فإن فلورونتينو بيريز أراد في وقت سابق تعاقد مع جواو فليكس لكن جوني كالافات نجح في إقانائه بالتعاقد مع رودريغو بدلا من ذلك وحقق ريال مادريد الفوز بصعوبة على كاسيرينو بهدف دون رد ضمن منافسات بطولة كاس ملك إسبانيا كما رأينا في المباريات السابقة وكان ريال مادريد قد نجح في الفوز على بلد الوليد في الجولة الماضية من بطولة الدول الإسباني بهدفين دون رد والجدير بالذكر أن ريال مادريد ليحتلوا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني براسي 32 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر بفارق النقاط ترجمة نانسي قنقر